صباح الخير صباح الشمس المشرق بعد عاصفة مبارح هذه السماء اسمه هدوء ما بعد وقبل العاصفة ما بعد العاصفة اما ما قبل العاصفة رح ترجع بعد شوي نحن انا بدي استغل هذا الوضع كيف بدي استغل هذا الوضع كونه بدي يجي مطر كمانه خلونا نسمد الخضار عندي هوني هذا السماء هذا غني بالنتروجين هكذا اسمه هوني شبنة رح نسمد فيه بحيث اذا مطردت الدنيا تنتص الارض هذا السماء ناخد منه شوي ونحطه حول النباتات كلها اعطوا عضوي هذا ما في شيء مواد ما في شيء مواد طبيعية ما في كيمويات نحن ما نحط كيمويات ابدا هوني شبنة نحط لبناتورا وهي كلها يأتيها شغلات حيوانات مخلطة شبنة ونحط لبنات نزيد ونضم ونصب ونصب ونزيد ونزيد لنضي المنزيد كما ترى الصبايا سمت الأرض كما ترى كل الخضر سمتها ثم سمتها سمتها لعنصر النيتروجين خطوة بسيطة نحفر الأرض مع السماء نخلط التربي بهذا الشكل مع السماء لكي تتحلل مليح بهذا الشكل ثم سمتها ثم سمتها يأتي المطر يلعب دوره هذا الشكل لكن المتحسس سمتها وتعالى ابدأ المفعل 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 البفت المفعل المفعل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد كل تسميدة يجب أن نرغب الأرض بشكل مميح بالماء لن يحترق جزور النبات لكننا هناك قبل قليل كنت أقل لكم الشمس طالعا وغير الشكل اشتركوا في القناة السماء تبدلت بين قليل وغير الشمس قبل كنت زرق والشمس ساطعة وليس شريقة ولكن الآن تأتي الماء الربانية شاهدون؟ تماما 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 الله يبعت الخير ويفرج على الجميع يا رب العالمين اللهم فرج على الجميع يا رب فرج على كل من من داء في الدنيا وكل من عنده هم يا رب وبدل حزنه وسعادة وبدل همه وفرج يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين اللهم امين خلونا نروح نتقاوى قبل ما اتبلب كثير بالموين دعونا ندخل على المطبخ دعونا نخلص من حلويات العيد اليوم اخر حلويات العيد نختم السلسلة من حلويات العيد و بكرا من بلش بتنظيفات العيد برد 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 يا بنات دعونا نتاوى هون كبسة كثير رح فرشيكم قوة المطار من على البركة شوفوا قوة المطار السماد تشرب بالماء الآن موسوطة للمطار لاني سمت الأرض و نحن بحاجة المطار يا سلام يلا حاجة بنات حاجة يلا راقد 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 دعونا ندخل على المطبخ و نبدأ باخر وجبات حلويات العيد واللي هي المعمول اليوم سنقوم بتنظيف نوعين من المعمول المعمول النسلة و كمان سنقوم بتنظيف غريبة التمارة يعني غريبة بالتمر كتير كتير طيبة و راح تحبوها المهم راح اعمل كيلو طحين واحد قسم نص كيلو للغريبة و نص كيلو للمعمول بالنسلة عندي هون اخدت نص كيلو من الطحين ضفت عليه هون مع الامن المحلب فيكن اضيفوا فانيليا فيكن اضيفوا اين منكه انتو حابينو و هلا راح اضيف 3 ارباع كاسة من السكر البودرة فيكن تحطو كاسة بس يعني انه كونه تمر حلو فما في داعي تحطو كاسة كاملة هلا انا هوني مبلشة بالغريبة العيارة نفس العيارة الغريبة العادية هلا عندي هوني 250 جرام من السمنة الطرية فيكن اول شي تخفوا السمنة مع السكر بعدين نضيفوا طحين و فيكن تعملوا نفس هاي الطريقة اللي انا عم بعمله وبعدين بنبلش من عجين متل ما نكون شايفين هيكل حطا تطلع معانا عجينة عمت ماسكة يعني ايزا نحطينا 500 جرام من الطحين نص كيلو من الطحين مع 250 جرام من السمنة و حطينا 3 ارباع كاسة سكر بودرة و كماني مع الامن المحلب هاي هي المكونات كلياتها و بنعركة مع بعضها لتصير عجينة فيكن تستخدموا العجانة بس بايدكن ما مشكلة هي اول شي بتحسوها ناشفة بس هي ما ناشفين مكونات كلاتها متناسقة مع بعضها بدها شوية تعجني يعني و هيك صارت معانا العجينة طرية هلأ منشيلها و منحطت خلية 3 حربة نص ساعة لبين ما نعمل العجينة التانية و نعمل و نجهز التمر نحنا موكل سنة بدنا نقول زبطة رسمة مع زبطة الرسمة الآلب حلو و الآلب ما حلو هاد السنة رح نتبع البساطة يعني انه بالعيد رح نتبع هاد العيد يعني انه المعمول ببساطة رح نعملو هاد العيد بدون آلب بدون الطاعات بدون ايشي ننعملو هيكي شي خفيف عندي هون الآلب زبدة ننعمل النسلة فيكن تستخدمو زبدة و فيكن تستخدمو سمنة صبايا و حطيتلو ربع كاسة من الزيت هلا هوني رح اخد 100 جرام من الحليب المكسف المحلة انا لاني عم بعمل نص عيار ازا هم تعملو عيارين نضيفو آلبين زبدة نص كاسة زيت و 200 جرام من الحليب المكسف المحلة هلا هوني نخلطن مع بعضهم نخلطن بشكل كتير منيح لحتى هيكي الزبدة تتناسق و تتناغم مع الحليب المكسف المحلة هلا بقى مننضيف الطحين و المحلب و متل ما قلتلكون فيكن نضيفو اي منكه انتو حابينو كمان نص كيلو هيكي صار عنا مجموعة العجين تبعية المعمول كيلو يعني بين نوعية الغريبة و بين نوعية الحليب المكسف المحلة هوني حطيتلو محلب و هلا بقى منصر منعجنن ما بعض وهيكي صار العجينة جاهزة انا بحب كتر اشكال بس ما كتر يعني الكميات يعني مثلا عملت الغريبة عملت البرازة عملت سابلي الخاروف عملت المعمول يعني بحب اعمل على ادنى و بنفس الوقت اعمل تشكيله بحيث انو البتيفورات و المعمولات ما طيبين كتير يباتوا فترة طويلة فبعمل انو كمية تخلص خلال العيد وبعدين تعرفوا انتو العادة ابو عمر و وقت اللي بيطلب مني اعمل له كل فترة و التانية او كل اسبوع ياكاد كل اسبوع بعمل له معمولة هلايك عجلناها للعجينة منيح تبعية الحليب المكسف المحلة اذا برجع بايد المقادير المقادير قالب زبدة وزنه 250 جرام حطينا له 100 جرام من الحليب المكسف المحلة و كمان اضفنا 4 كاسة من الزيت و 500 جرام من الطحين نص كيلو يعني و حطينا ما لقيت محلب شوفوا هوني عالتمر تمر والله العظيم حرام الواحد يحكي بس بيكبوا بيعمي بالمرة ما كويس بالمرة فتلت الدنيا اني لاقي من التمر الاسود اللونه غامي ما لقيت هذا تمر مخشوش باين عنه تمر مخشوش هم باكلون عمقول يعني انا ماني مقتنعة فيه بصراحة يعني عارتني جايبة تمر عادي و انا مفقشته و فاقيته على ايدي هلا جبت شوي سمنة و خلطته مع السمنة و مشان هيك اعمله طعمته تكون قطيب و قطيب و ضفتله معلقة كاكاو بصراحة هاي التجار طبعا ما فينا نقول كل التجار يعني بشكل غالبي بيجيبوا بضاعة خصوصي العرب والاتراك يعني بيستحمقمونا بالاسعار انه كونه المنتجات العربية متوفرة عندهم طب ما نحن عم ندفع عم ندفع لكم حقكم عطونا حقنا بجودة المنتج بالله عطونا حقنا بجودة المنتج ما بدنا اكتر من هيك يعني عم تطلبوا اسعار اللي بتكون اياها و عم ندفع لكم اللي بتكون اياها طبع عطونا شي كويس انا هلا يعني ما هتجيب بصراحة تمر معجون او خالص خلصت دائما بديصير اعمله على ايدي لانه بصراحة يعني والله في عالم ما بتستحي عن جد المهم هو هني بلشت قطع التمر لها هيك دوائر صغيرة بشان نبلش بالغريبة بغريبة التمارة بالتمر هيك اسمها غريبة التمارة لان بقلبة تمر فكتير هاي طيبة اذا ما كنتوا مجربين معمولي الغريبة لازم تجربوا لانه رح يعجبكن كتير كتير صراحة يعني كتير رح يعجبكن هلا شو بنجيب اول شي مدنا نحطن على جنب بنجيب الغريبة شايفين بيختلف لون العجينة من عجينة لتانية هي عجينة افتح من العجينة تبيت النسلة هلا رح نقطعون الحجم حسب انتوا ما بتحبوه بتحبوا مكعبات صغيرة قطع كبيرة قطع متوسطة اللي بتكون اياه كل ما زغرتوا القطع كل ما طلعت معاكن كمية اكتر كل ما كبرتوا طلعت معاكن الكمية اقل انا هلا قطعتهم بهذا الحجم طلعوا معاي المجموعة المعمول التمارة خمسين حبة خمسين حبة عملتو نقياس وسط هلا بتشوفوا مقاسن حلو يعني نص كيلو طحين بيطلع معاكن خمسين حبة معمول ممتاز جدا عندي هون فستق حلبي هلا شو بنعمل بنصر بنحشي العجينة بالتمر وبعدين بنلفه وبعدين بنعمله على شكل مطاول اول شي رح نغمسه بالفستق الحلبي وبعدين بقى بنفتلع ليدانا تطلع معانا متل الشكل القسطواني بنحاول نضغط الفستق الحلبي كتير منيح مشان يضل معلق مع الغريبة بهالشكل هادا شايفين كيف طلعت شكله قسطواني هلا بنشيرها بقى بنحطها بالصينية بدون ورق زبدة ما انا بحاجة ورق زبدة ابدا لان كمية السمنة موجودة بالعجينة منيحها فبتمنع الالتصاق تبعية الغريبة كمان بنعمل العملية كلاتها بنفس الطريقة شايفين كيف شكله قسطواني هلا هوني لقيت طريقة اسهل من انه اللفة وبعدين اللكة صرت فتحة تفتيح بايدي وبعدين صرت احشية هلا افرجيكم كيف هاد هو شكله هاد هو شكله والله شكله كتير حلو بيطلع شكله كتير حلو هاي المامول وهلأ منكفي الكمية كله يعتى بنفس الطريقة حبق لكم شغل اذا ما كنتوا حابين ان تعملوا شكله قسطواني فيكن تعملوه مدور مربع اللي بدكن يا صبايا حتى فيكن تعملوه بالقالب بس انا مثل ما قلت لكم هاد العيد بدي اعتمد البساطة ما بدي اعمل اوالب ولا بدي اعمل شي خالص حتى حتى شكلهم بيطلع حلو يعني صدقوني وقت اللي بتقدموهن وبتحطوهن بصحنة تقديم شكلهم بيطلع مثل الجاهز هلأ منشوف في نهاية الفيديو نصف كيلو خمسين حبة سوبر ممتاز يعني سوبر بركة ما شاء الله الله يطرح البركة علي وعليكم جميعا يا رب العالمين وهي صنية كاملة عدوهم صبايا خمسين حبة وهيك قد التمرات اللي قطعتهم قدوا تماما سبحان الله قدوا تماما للعجينة وهلأ بقى منشيلها ومنحطها بالفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 من فوق من تحت منحطها بالطبقة اللي تحت السفلية تحت الوسطانية عفوا الطبقة اللي تحت الوسطانية يعني فوق السفلية بشوي لأنه نحن ما بدناها تتحمر الوجه يتحمر لا بس بدنا السفل يتحمر ويستوي الوجه بدون تحمير هلأ خلونا نبلش بصناعة المعمول بدون قالب هاي كان محل طيبة بسوريا محل حلويات طيبة يعمل نفس الطريقة طريقة المعمول الأسطواني اللي الصغير ويحطهم بالعلب والله كان يطلع شكله وطعم تغير الشكل كتير كانت طيبة حلويات طيبة كنا ناكلة وقتها على طريق الشام وقت نوقف باستراحته ناكلة يعني طعم الحلويات عنده بتجنة هلأ هيك عملتن دائريات وعملتن هيك أسطوانيات متل ما نكون شايفين قلت لكم هاد العيد بدنا نميزه انه يكون حلويات حلوة وما نمائدة يعني بدون أوالب وبدون هاي زبطة الرسمة معي ما زبطة الرسمة وكيف وشو السبب ما ضروري تثبط الرسمة خلونا نعمل شي عيد انه شكل بسيط بدون أوالب بدون مكابس بدون أي قلق من انه تثبت الرسمة ما تثبت ساحة الرسمة ما ساحة شايفين كلياتن هاي ما شاء الله طلعت كمية منيحة كل صف يا بنات كل صف فيه 12 حبة هلأ هوني كل صف فيه 12 حبة بالأخير بيطلعوا 12 حبة وبالعرض تقريبا شي سبعة لأكتر من سبعة اتنين اربعة سبعة اتنين اربعة ستة سبعة 12 فيه سبعة وقدش وحسوبه بقى كم حبة طلعت 12 ضرب سبعة قديش طبايا شلي شاطرين برياضيات وهذا هو شكلهم بعد ما طلعتوا من الفرن صدقوني والله حتى يعني الواحد إذا ما استخدم القالب وعمل هيك متل ما أنا عم بعمل والله هي بيطلع شكلهم حلو وكأنكم جايبينه جاهز صدقوني هاد هو شكل الغريبة والمعمول من جوه ما شاء الله تبارك الله شوفوا هالمنظر يعني والله هي بدون قالب حلويني صح ولا لا صبايا يعني غير الشكل الحمد لله رب العالمين وهيك بيكون خلصنا حلويات العيد والحمد لله والشكر لله الله لا يقطعها علينا عادة يا رب العالمين إن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين وبتمنى إنكم نكون استفدتوا من الوصفات تبعية حلويات العيدة اللي نزلت لكم إياها وإن شاء الله يا رب هيك الله يعيده علينا بالخير وبالصحة وبالبركة على الجميع ويفرجى على الجميع يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين خلونا نشوف اليوم شو بدنا نعمل غدا أنا رح تضبط شوي البيت بعد ما خلصت المعمول ولوشت المعمول جليت الجليات ورح تضبط شوي البيت وبعدين قلت بدي أعمل الغدا شفتوا المطر ما شاء الله طول ما أنا عم بشتغل بالمطبخ ما هدي ما هدي أبدا أبدا اليوم رح عملهم هيك أكلت لحمة صينية سريعة عندي هوني ثلاث حبات من البصر رح أفرمون فرم ناعم مثل ما نكون شايفين حطيتهم فوق اللحمة لحمة مفرومة ناعم هلأ رح أعمل لهم رولات لحمة بعجين حطيت ملح حطيت سبع بهارات حطيت دبس الفلفلة ثلاث معالق كبيرة حطيت دبس الرمان وهلأ منفرقهم على إيدنا كنت بدي حط فلفل أسود لقيت خالص عندي الفلفل الأسود إن شاء الله بمشتريات هاد الأسبوع بنا نشتري فلفل أسود وكمان بدي أشتري نانع نعيابس عندي هوني خبز التورتيلة حبة كاملة يعني بإشرة خبز صحي عم بدهن اللحمة كلاياتها مثل ما نكون شايفين بقلب الخبز وهلأ بلفة لفة هيك سريعة وبعدين منقطعها ومنقطعها رولات ومنحطها بالصينية يكون الصينية مدهونة بالزيت أو بالسمنة حسب أنتوا ما بتحبوا هلأ منصفها بالصينية شايفين هاي هي الرولات فيكن تحطوها هيك بالمقلوب وفيكن تحطوها هيك بشكل تاني يعني أنه على بطنة أنا مرة عملتها معاكن هاي الشغلة هاي الأكلة وهلأ قلت شوفي هيك شيء أكلة سريعة ما تاخد مني شغل وبتنعمل بالفرن كونه الفرن حامي لقيت أنه هاي الأكلة السريعة من مبارح كنت نفكرة فيها لهيك جبت غراضة وقت وصلت جادة على المدرسة وهلأ هيك كمان منصفها نصف تاني ومنكفل كمية كلها يعتها بنفس الطريقة هيك صارت هلأ شو منعمل منحطها بالفرن على درجة حرارة 200 منفوقه من تحت بالطبقة السفلية وبعدين منرفع الطبقة الفؤانية لحتى يتحمل الوجه هلأ هوني عم بفرم بصل للبن اللبن هادا بهي الطريقة كتير جاء طيب جنب هاي الأكلة عندي بصلة بيضة وبصل أخضر الطفطم من الحديقة والألأ منجيب معلقة تسماء منفرك فرق مع البصل الأبيض كما ما نكون شايفين ومنحطهن على داير صحن اللبن بشان نرفع المناعة عنا ناكل بصل كتير وبعدين مناكل هيل ومنفرش يستننه بتروح الريحة وهيك صارت طبختنا جاهزة لليوم وحطيت كمانة مخمر اللفت الأحمر كمانة بيرفع المناعة وفي بكتيريا نافعة كتير كتير طيبة وجنب اللبن بيكون كتير طيب مع هالأكلة هاد هو غدانة لليوم الحمد لله رب العالمين الله يديم علي وعليكم النعم يارب ويحفظه من الزوال هيك خلصنا شغلاتنا لليوم وهي يا بنات طول ما أنا بالمطبخ الدنيا متمطر شوفوا لهلأ الدنيا مطر 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 ما شاء الله البركة طافت 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 شوفوا وصل حد الهيى لهوني وهيك بيكون الفيديو لليوم خلاص بتمنى يكون عجبكم بتمنى يكونكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه وإذا عجبكم لا تنسوني يا صبايا من اللايك فضلا وليس أمران حتى تكبر قناتي يبدعمكم لأيلي طرروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلقات جديدة ووصفات جديدة وروتينات جديدة بقناتي جيلانت شانيل باي باي